مساء الجمال على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان أعزائي المشاهدين لنا موعد مع الجمال بما أن الجمال نعمة أنعم الله بها علينا ودائما نسعى لإبراز أجمل ما فينا والليلة معنا قيمة علمية كبيرة الأستاذ الدكتور فتحي خدير عميد طب الأسر العيني سابقا والأستاذ المساعد لرئيس الجامعة حاليا والسوبرستور في هذا المجال أهلا بحضرتك نورتنا هناك مقاييس جمال سابتة منذ القدم منها الملكة نفرتيدي دلوقتي بنشوف أن سيدات كتير عايزة توصل التحديد الدقن والشد والحاجات دي لنفس وجه الملكة نفرتيدي حضرتك بقى يكلمنا عنه حقيقة جبتي مثل مهم جدا في التاريخ وفي الطب بتاعنا يعني حقيقة لو تعرفي أن تمثال الملكة نفرتيدي المصرية المشهور طبعا اللي هو حاليا متواجد في المتحف برلين ده بيمثل عندنا مثل الجمال في العالم كله يتلاقيه اللوجو بتاع الجمال بتاع العالم كله هي مقاييس الوجه المعمول في التمثال ده طبعا هي المقاييس الجمال من 2500 سنة وما تغيرتش حتى لما ابتدوا يعملوا فكرة أنه نوضح الخط بتاع الفك ونوضح الدقن والرقبة والزوايا اللي موجودة بين الرقبة وبين الوجه اتعملت على أساس المقاييس بتاعة الملكة نفرتيدي وتسمت في الأول أنا هعملك فك زي بتاع نفرتيدي أو هعملك رقبة زي بتاعة نفرتيدي فهي فعلا زي ما هيكتب قطي المقاييس الجمال ما تغيرتش سبحان الله نحط إلهي طبعا أسلوب الوصول بقى للمقاييس دي هو الإضغاجة يعني إزاي نوصل للمقاييس دي هو ده الإضغاجة حضرتك شايف الصورة معينا نحط إلهي سبحان الله المثال الحقيقة يعني مبدع جدا وفي كل مقاييس والتشريح كله دقيق جدا بتاعها هي حلم أي أمرأة الوصول لوجه النيفرتيدي أه طبعا طبعا أشكاة إحنا بنقول للناس يا جماعة يعني إن في بعض الناس متخيلة إن الجمال ده موضة وإحنا بيروح وييجي لا فهو الحقيقة مقاييس الجمال اللي إحنا بندرسها واللي بنعلمها للأصغر مننا واللي موجودة في العالم كله وما بتتغيرش هو إحنا بنعلم أسلوب إزاي توصل للمقاييس الجمال دي بالطرق الجديدة المستحدثة وإحنا عندنا فنانات يعني الأيكونة فنانة الفنانة العظيمة سو سنبتر معتا لها عندنا ناس جميلة جدا إحنا في مصر الحمد لله يا رب آه آه رائعة سو سنبتر آه ما شاء الله كلهم الحمد لله أونيفرتيت السينما المصرية لحقيقة لحقيقة طبعا طبعا عندنا كتير الحمد لله منهم طبعا فنانة العظيمة سو سنبتر ما هو يا دكتور المفهوم المبسط لجراحة التجميل وإيه الهدف منها هو إحنا بنحب نسميه دلوقتي طب وجراحة التجميل لأنه دخل فيه التكنولوجي ودخل فيه حاجات كتير قوي خليتنا نقدر نعمل حاجات مش بطالة من غير ما نعمل عمليات كبيرة ودي زادت قوي في الفترة الأخيرة وفبنسميها حتى يعني دكتورات بتاعتنا بنسميها جودكتورات طب وجراحة التجميل والحقيقة التحديث اللي حصل كله سببه التقدم العلمي التكنولوجي يعني أنا هضرب لحقيقة مثل بسيط مثل يعني كل الناس عارفة عن حقن الفيلرز أو الحقن اللي بتملى خط أو تجعيد في الوش أو كده أو تبين الفك تخليه زي بتاعني فرتيتي أو تظهر الدقن شوية تطويلها شوية أو تعرضها شوية حسب ده دوت كان حاجة تانية أنا بشوف دلوقتي أن فنانين كتير وفنانات عاملين الدقن المتحددة اللي هي تيكساس عاملينها هو هي تيكساس كان مقصود بيها أن الكوبوي الأمريكاني بتاع تيكساس كان دايما الفك التعوي بيبقى عريض أو بتتعامل إزاي؟ بتتعامل بالفيلرز برضو وتتعامل بحاجات تانية كتير إنما هي بتعتمد كلها العيانة جاية لك بشكلها يعني عندها إيه؟ أنت هتشتغل على إيه من أوله إنما الفيلرز مثلا حصل التطور بتاعها حيكة تستغربي يعني التكنولوجي اللي حصلت والتطور اللي حصل حصل أساسا في بروتين تاني خالص اسمه إنسولين اللي هو بنديه العيني السكر أي لما حصل التطور وحصلت النقلة بتاعت النوم بقوم بيعملوا إنسولين بشري بياخدوه دلوقتي ما عادوش بياخدوا إنسولين جاي من حيوانات التطور التكنولوجي ده هو برضو اللي تطبق على الكولوجين وتقلب الهايرانيك أسيد اللي هو إحنا بنحقينه كفيلر وآمن جدا وزي بالزبط البروتين البشري وقدرنا نعمل بيه الحاجات بقى لحاك اللي هو العظمة الخد اللي هي العظمة دي بقيت بنحب نبينها زي في التمثال بتاع الفرتيتي بالزبط الفك خطه يبان وزوياته تبان إلداء حسب المشكلة إيه ممكن تتطول ممكن تتعرض ممكن طبعا في بعض الناس بتبقى حصل إنها خست قوي مثلا يعني كان عندها سمنة مفرطة وعملت عملية مثلا وحصل خصية 30-40 كيلو في الحالات دي بيبقى مش كفاية الفيلرز بتبقى لازم تعمل حاجة أكتر شوية وبيخش بقى معاها إن احنا نحقن الدهون وحصل تطور قوي في حقن الدهون الذاتي في الفترة الأخيرة وبقى فيه أجهزة مبسطة جدا بتستخدم للمرضى بناخد الدهن بتاعها ببساطة شديدة بتخدير موضعي وبنعديه في الجهاز ده وهو جهاز سعره مقبول جدا ورخيص وبيتريمي ديسبوزبل يعني دهو هنستعمله مرة وخلاص اسمه إيه بقى الجهاز بقى؟ يعني هو عبارة عن فلاتر فلاتر بنحقن الدهن بتاعها فيه بتطلع من ناحية تانية بشكل مختلف فبقت الدهون الذاتية بتاعتها بناخدها ونحقناها ونطلعها من ناحية تانية في سرينجة أخرى مقفولة وسمناه نانوفات لأن الجزيئات بتاعته صغيرة جدا فده عمل طافرة كبيرة قوي في عالم عودة الشباب لدرجة أن بعض الناس بيسموه أنه الدهون دي بقت هيها ينبوع الشباب غير خاص ما كنا من زمان الدهن ده حاجة تتريمي تريد أن الدهن ده فيه أسرار كتير جدا ربنا عملها منها مثلا أنه أكتر حتة فيها خلايا جزائية في جسم الإنسان وسهلة قوي أنك تفصلي الخلايا جزائية من الدهون دلوقتي بالأجهزة اللي بحكي لك عليها دي وبقينا نطلع أن أنا وفادها عبارة عن خلايا جزائية ومعها شوية بلازمة وشوية صفائح أكتر حاجة بنستعملها فيها إيه في الواجه؟ الحقيقة بيتعامل في كل حاجة طبعا ما بيتحين تحت الجلد بيقلب الجلد نوعية الجلد زي ما كانت الست وي عندها عشرين سنة تحت العين كنا زمان نخاف نحقن دهن تحت العين دلوقتي وجود النانو فادة بنقدر نحقن تحت العين نقدر نحقن حتى الشفايف وحوالين البقر يعني ما فيش منه خطورة لما يدحقن تحت العين؟ خالص ما عادش فيه بعد استخدام التكنولوجي دي مش الحقن الدهن بتاع زمان استخدام الدهن دلوقتي وتعديته في الفلاتر الجديدة دي وبنقدر نطلعه فيه شكل اسم نانو فادة فيه خلايا جزعية ونحقنه في اي حتة كمان بقى سحر في العينين اللي عندهم قبل كده حوادث او اصابات او حروق يعني حد عنده اصابة قبل كده حرق عنده جرح لما بناخد الدهن بتاعه وناخد منه الخلايا الجزعية ونحقن ان انا وفادة تحت الجرح بعد تلات تشهر بتلاقي الجرح اتحسن سبعين تمانين في المائة بسبب الخلايا الجزعية اللي اتحقن التحتين اللي بتخرج كولوجين وحاجات كده الهايفو والفيلر والبوتكس والبلازما يعني شايفة ان السيدات بقى عندها هوس من بيهم انا ده يعني كنت بتسئل السؤال ده لسه من العشرة ده ايه فبقى عايزين نعرف ايه الفرق بينهم يعني هو الهوس الحقيقي على السوشيال ميديا اكتر منه في الشعب نفسه الشعب بالحقيقة قوي جدا لما السوشيال ميديا عملة دعاية او عملة حاجات جابدة جدا حقيقة بالكريمية على حاجات مختلفة انما هي كلها في الاخر دخول التكنولوجي على الطب بتاعها فمثلا اللي حقيق يعني ذكرتي اسمه جهاز الهايفو ده جهاز موجات صوتية موجات صوتية بس يعني مركزة جدا مفيد الجهاز حسب نوع الجهاز اه فلو منتج حسب نوع الجهاز ولا حسب الحالة لا يعني طبعا حسب نوع الجهاز وحسب الحالة بس نوع الجهاز مهمة اوي يعني حضرتك انا دايما بقول لهم هم مش معقول شركة مرسيدس مسلا مجنونة هي عاملة عربية بسعر فلاني لان العربية دي اامنة ايه وفيه عربية تانية ممكن برضه باربع كوتشات وتوصلك ككل مشوارك بس مش اامنة بس مش اامنة ايه فالاجهزة النوعية دي للأسف انه ممكن اوي تبقى يعني انتاج مش فيعني نتحفز على النوع الجهاز اللي حتستخدميه ايه فمش اي جهاز يعني مش اي جهاز يستخدم طيب احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين الفيلر وبين البوتكس لا فارق بير اوي البوتكس ده دواء البوتكس ده دواء بوتولينيام توكسن والدواء ده استخدم الاول للمخ والاعصاب لعلاج حاجات في المخ والاعصاب كان بيعالج شلال رعاش وبيعالج الصداع النصفي وبيعالج حاجات كتير اوي تبع تخصص المخ والاعصاب لما كانوا بيحقنوه هنا عشان الصداع النصفي في الجابهة وكده اكتشفوا انه بيفرد وانه نهز بتروح منها التجعيد فجابوا التخصص بتاعنا دخل عليه بيقولوا عليه كمان السم الجميل هو مش هو ممكن تسم بس هو مش سم الحقيقة هو يعني توكسن طبعا لكن الكمية اللي بتتاخد منه واحد على المليون من الكمية اللي ممكن تعمل اي مشكلة فهو الحقيقة بيفرد والحقيقة له اماكن ما فيش غيره اللي يعملها وطبعا مفيد جدا في الجابهة مفيد جدا في المنطقة بتاعة التكشيرة بين الحاجبين مفيد جدا حوالين العيد في الرقب ببعض السيدات اللي عندها خطين بالطول كده بيصلحهم كمان عنده طفرة جامدة جدا اللي هي علاج العرق الزيادة في ناس بتعاني من قصة العرق الزيادة دي لدرجة رهيبة يعني تلاقي ايده بتنزل مية على الورق هو بيكتب او مثلا تلاقي في بقع في هدومه على طول من العرق البوتوكس لما بيتحان بوتولينيوم توكسن يعني ما بيتحان بيضايع طيب هو لما بنحقنه يعني ما يتحقن اكتر من مرة بيعمل ترارولات او لو عملناه كذا مرة وسبناه بعد كده يعني او بطلنا بعد كده نحي ان لا ما بيسببش لا لا خالص يعني هو في ميزة انك انت كل ما بتستعمليه مدد اكتر كل ما ما تحتاجهوش قوي يعني لو انت ما بتبتديه بتحتاجي هنا كل اربعة وشمس ايه بعد خمس ست سنين بتلاقيكي محتاجة مرة في السنة ايه ولو اكتر انا يعني اعرف ناس انا حبا حينهم بقالهم عشرين سنة بتحان دلوقتي بتحانه كل ثلاث سنين هو احسن يا دكتور ان يعني الحقن بعد ما تظهر التجعيد ولا قبل ما تظهر لا هو قبل ما تظهر لانه هو الحقيقة بنسميه في الطب بتاعنا انتي ايدجينج يعني اذا كان البوتولينيام توكسن اللي حاجة الكريمي عليه لهو البوتوكس او الفيلرز دي حاجات معمولة لمنع حدوث التجعيد يعني دايما بقول السيدات الجيل اللي ابتدى معاه البوتوكس والفيلرز ده وهو ابتدى في التلاتينات في اخر التلاتينات وكده عينا نفسها ابتدت تدحيق دول جيل هيوصلوا سن الستين والسبعين من غير تجعيد هو مستو انه بيفرمل وبيأخر الشايخوها ده قصته طب بالنسبة للخيوط ايه فوايدها وايه عيوبها خيوط قديمة قوي الحياة يعني حاجة قديمة مش حاجة جديدة ودرسة وبحث فيها كتير قوي ممكن تكون مفيدة لكن لها شروط الخيوط عمتا فورين بودي يعني جسم غريب حاجة بتحطيه جوه الانسان ايه انت عالف حاجة انا احنا بستعمل اجسام غريبة في جسمنا في الطب ايه من اول الدعمات اللي بتحط في القلب الركب اللي بتتغير مفاصل كل ده اجسام غريبة لما نيجي نحط جسم غريب جوه الانسان له شروط منها ان الغرفة اللي بيتحط فيها الجسم الغريب ده نفس الاداء العملية لازم تبقى في غرفة معقمة جدا ولازم يبقى اجراءات التعقيم عالية قوي اللي بتستخدم فده نمرة واحد فاحنا لازم نتأكد ان ما عني يجي نركب خليط خيب الفيلر والبوتكس والبلازمة مش حاجات غريبة برضو مش اجسام غريبة لا 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 البوتينيوتوكسن ده ده الدواء زي ما حاج بتاخدي دواء بالبو الفيلر ده هيرونيك أسد ده بشري ده التركيبة بتاعته بالزبط زي البناءاتهم ده بروتين بشري الفيلر تمام يا بعد الحلقة دي كل سيدات هتروح تعمل فيلر والبوتكس الفيلر ما منوش اي خوف لو اتعمل صح يعني لو الدكتور بيها في حقنه فين هو ما فيهوش خوف وما بيهاوش حسية اوكي البوتينيوتوكسن ده دواء ودواء أصلا بتعموخه وعصاب يعني بحاجات جد أكتر من ده ده بكتير البلازمة أو الصفايح لأن هي مش البلازمة الحقيقة هي الصفايح اللي موجودة جوها البلازمة هي لزي اللي مهمة وده الحتة اللي مهمة أو إنها للسيدات يبقوا عارفينها مش مجرد إن أنا أخد دم وأحطه في جهاز يلف وأفصل البلازمة وأحقن بلازمة يبقى فت العينة لا أخد دي لها طريقة وأسلوب بحيث إن البلازمة دي اللي أنا أخدها أركز فيها حاجة اسمها صفايح الدم فأنا يهمني إن أنا أحقن كمية صفايح كتيرة قوي تحت الجلد من البلازمة مش البلازمة نفسها أوكي؟ أوكي فطبعا ما بيحصلش قوي كده يعني فلازم تاخد بالها السيدة إن هي فعلا بيتعمل لها الكلام صح أيوه إنما الخيوط لا الخيوط دي فورين بوديو يعني ده كده إحنا خلاص دخلنا في جسم غريب فعلا زي الشبكة بتاعة الفتاة زي الخيوط اللي همستعملها جواه قلت تعملات نعم بيها فتاة مثلا أو نعم بيها شد بطن كل الحاجات دي جسم غريب بسيبه جوا الإنسان بعد ده ما هحط جسم غريب جوا الإنسان يبقى لازم القوضة تبقى معقمة والدكتور لبس معقب وجوانديات معقمة والعيانة الحتة اللي هشتغل فيها معقمة كويس قوي يا إما بقى أنا في خاطر أوكي؟ ده نمرة واحد نمرة اتنين الخيوط عمر الشد بتاعها قصير أي لأن في حاجة اسمها cheese cutting effect اللي هو الجبنة يعني حقيقة لو جبتي قلب جبنة بيضة كده وجبتي فتلة وحطتيها الجبنة ببيضة ودستي بالفتلة هتقطع أي هو برضو الخيط لما بيتحط بيتشبك في الدهن اللي تحت الجل والدهن شبيه قوي بالجبنة أي فبعد شوية الجاذبية الأرضية بتشد والخيط بيقطع وبتروح الإفاكت بتاعه ففترته مؤقتة فأنا حطيت حاجة foreign body جسم غريب مش هيقعد معايا كتير تأثيره تمام ومكلف فلو أنت حتقول الحاجات دي يعني أنت حتخش فعلا حتى معقمة تعمل فيها الخيط والعيانة تبقى عارفة أن الموضوع مش هيطول قوي معها النتيجة وعارفة تكلفة من قبل العملية ووافقت خلاص إنما لازم يتقالك كلام تا عمليات التجميل في بعض الأحيان بيحصل تشوهات ومضاعفات كتيرة بتتعالج إزاي دي إن شاء الله يا رب ما يحصلش إنما طبعا زي أي حاجة في الطب هي لازم يعني اللي بيعمل العملية لازم يكون مرخص إنه يعمل هذه العملية وعنده من العلم ما يكفي إنه يعملها لازم تعمل في المكان الصح مرخص برضو وفي التعقيم المطلوبة نمرة ثلاثة السيدة لازم تبقى على علم يعني تقرأ كتير قبل ما تروح تختار العملية يعني ما تجريش ورا وهم أوكي عشان نمنع إنه يحصل تشوهات تختار الدكتور ما أنا التشوه أهم الحياة من علاج التشوه ربنا نستورها عن الناس إنما إذا حصل وحصل مشكلة لأ كل حاجة لها حل طبعا في الجراحة بتاعتنا لأن إحنا الجراحة بتاعتنا أساسا جراحة حوادث والتشوهات يعني إحنا أساسا جراحين بتوح حوادث وبتوح حروق وبتوح إصابات وبتوح حاجات كده فحتى لو حصل لقدر التشوه كل التشوه اللي هو طريقة لعلاجه تمام؟ إنما أنا بقول بلاش نوصل لهذه المرحلة يعني الستة تتصقف كويس قوي قبل ما تقرر تعمل العملية تختار حد مرخص ورخصته واضحة إنه هو فعلا طبيب جراحة كبير مثلا والمكان اللي هتعبد فيه يبقى مكان فيه قدر من التعقيم يكفي اللي هي هتعمله فيه تصريح اللي حضرتك بتقول إن الطبيب الشاطر بيفضل مسك إيد المريض لحد ما بيوصله البر الأمام إحنا عندنا في الطب بتاعنا طبعا مختلف شوية من بقية الأنواع التخصات الطب يعني إحنا عندنا إيه؟ عيانة نجحت وسعيدة ومبسوطة وخلص دي ظريفة جدا عيانة تانية حصل لها مشكلة دي لازم تتعالج ولازم تمسك إيدها ولازم تفضل معها لغاية ما تخلص فيه عيانة تالتة اللي هي ما حصل لها مشكلة بس هي مش مبسوطة من نتيجة هي حاسة إنها كتعايزة أحلى من كده دي لازم تفهمها إمكانيات الطب إيه؟ ما هو برضو له إبكاليات يعني ما تقدريش زي ما حاكت قلتي تمثل نفرتيتي طيب أنا عشان أوصل حد تمثل نفرتيتي ده فيه مراحل ومراحل ومراحل مش مش هخشها إنحونة فيه لرفع هتطلع نفرتيتي بالزبت فيه اللغة أو الدبل تشين ده مهمة دوت فيه سيدات كتير بتحب تتخلص منه هو ليه طريقة للتخلص بديل الجراحة يعني؟ ولا هي لازم جراحة؟ لا 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 الجراحة بتيجي في ناس معينة جدا إنما ما تبكت كله بيروح من غير جراحة إزاي يعني؟ تعتمد على نوعية الجلد يعني لو اللي طالبه إنها هتضيع أو اللي طالب إنه هو يشيل اللغة أو الدبل تشين زي ما حاك قلتي حسب الجلد بتاعه وسهل قوي على فكرة في البيت في المراحة يعملها يعني هو بس يشيد الجلد بتاع الحتة اللي هو بتكلم عليها دي لتحت ويشوفها هترد بسرعة ولا لأ يعني هل هو إما بيشد كده هي بترد بسرعة جدا؟ ولا بيشد بتاخد شاية وقت في إنها ترد؟ أو بيشد ما بتردش حسب الأستك اللي في الجلد أوكي؟ لو الأستك اللي في الجلد قوي وظريف يبقى الست دي ممكن تتعالج به مجرد شفت ببنجيما وده ده شوية بنجيما وده بيتتاخده كده زي طيب بعد الشفت ما يبقاش فيه ترهولات نحن قلنا الأستك لو الأستك قوي أي مفيشها مش كده أي تمام؟ طيب لو الأستك نص نص اللي هي بترد بس بتاخد شاية وقت عشان ترد يبقى في الحالة دي هنستخدم شوية تكنولوجي مع الشفت يعني هنستخدم جهاز مع الشفت اسمه ألترا ساون موجات صوتية بيخش تحت الجلد أو موجات تردو داي اللي هو راديو فريكنسي بيخش تحت الجلد بعد ما بتشفت وبتشتغل بيه تحت الجلد برضو ببنجمع ودين مدة ربع ساعة كلا بعد شوية تلاقي الجلد بقى جميل ده تكنولوجي يمنع برضو الجراحة لكن فيه نوع التالت من المرضى اللي هو الجلد نازل وما بيردش والأستك بتاعه خلاص في الحالة دي ملهاش حال غير الجراحة بس خليه بقلك إن جراحة الرقبة والوجه كلها كلها يعني فوق الكتر كل العمليات دي بتخدير موضعي مش محتاجة تخدير كله دي أحسن حاجة أمانة يعني حاجة يعني بالنسبة للمريض الموضوع بسيط لأنه في الآخر بيأخد تخدير موضعي زي ما بيروح لدكتور السنان وبالتالي العمليات بس لازم فقودة عمليات ولازم التعقيب بعالي وكل حاجة فيه رجل الغرب بيطلقوا عليها الثلاث خصوط اللي في آخر العين ديت يعني ناس كتير بتبقى متضايقة منها برضو وعايزها تروح إيه طريقة إن هي تعالجها نهائي نعالجها نهائي يعني كلمة جابدة شوية خلينا نقول إزاي نعالجها نعالجها فيه طرق كتير طبعا أشهر حاجة لها هي البوتولينيام توكسن اللي هو البوتوكس اللي حيك قلتي عليه بوتوكس هو بتاع رجل الغرب اللي هيدا دي الثلاث خطوط دول إنما في بعض الأحيان بنحتاج بتكون جات متأخر شوية الست وما بقيتش بقى رجل وغرب دي بتحصل مع الضحكة لأ دي طول الوقت بوجودة فيه خطوط يبقى في الحالة دي هنحن البوتوكس نفرد وبقاين هيفضل خطوط كده باينة شوية فيه أنواع من الفيلر خفيفة جدا بتتحين في الحتة دي مخصوص أوكي تضايح وطبعا الليزر رائع فيها فيه يا دكتور تريند اللي هو توحيد لون البشرة بالحقن أو يعني حدوثك كلمنا عنه هي هقول لحادثك حاجة لو فيه بقع وإحنا فعلا بنوحد لون البشرة لإن عندنا حتة غامقة ده سهل قوي لكن لو الهدف إن إحنا نفتحف لون عن لون ربنا خلقه ده لا ده مش صح ومش ما بيحصلش أوكي مش بيحصل ما فيش يعني لكن طبعا أثناء عمرنا لأسباب كتير الشمس طبعا لأسباب الكبيرة جدا الحساسية والأكل والكلام ده وهرمونات الحمل والكلام ده كله ممكن تسبب بعض البقع في أماكن في جسمنا منها وشنا لو دي المشكلة دي سهلة خالص إنها تتعالج دي لها فعلا يعني من أول إن إحنا نعمل التأشير الكيميائي اللي هو حصل من اللي هو بقله سنين طويلة بيتعامل بحمض الخلق وبيتعامل بحوامض كتير جدا حوامض الفكهة بيتعامل يتحطى عن جلد بيقشر شوية وتلاقي راحة البقع لو الموضوع أكتر من كده شوية بنخش فيه ليزر وفيه أنواع من ليزر مخصوصة للبقع الغمق كويس؟ لو عقادت عن كده فيه حقن بقى تتحقن معين فدايما في الطب بتاعنا نبتدي بالحاجات اللي ما فيهاش دخول تحت الجلد تأشير من برا ليزر من برا عقادت نبتدي نشوف حقن عقادت نبتدي نشوف عمليات ايه معايير اختيار الطبيب الماهر اللي أروح له وأنا متطمنة خلينا نشرح الأول حاجة مهمة قوي سؤال حضرتك دا خلينا نشرح الأول حاجة الناس ممكن ما تفهمش قوي قصة بتاعت ايه جراحة التجميل دي واخدينها ببساطة شوية زيادة أنا شايف فيديو مين دول لأ يعني خلينا أنا أقول بحكم أن أنا يعني كنت عميد كل الطب وأستاذ في القصة إيدي بقالي زمن جراحة تجميل فقدر أقولك في العالم كله أكتر فترة تدريب عشان تاخدي شهادة هي جراحة التجميل يا ناس تستغرب يا مثلا أسهل في العالم برا أنك تاخدي تخصص جراحة مثلا مرارة أو كبت أسهل من أنك تاخدي تخصص جراحة تجميل ليه؟ أن جراحة تجميل ده حظه مش قوي ليه بقى؟ لأنه بيشتغل من شعر الرسفه أيها فقال لغاية صوابع الرجلين تحت أيها كل حتة في جسم البناء آدم أيها هيشتغل فيها أيها مش متخصص في القلب بس أو في الكبد بس أو في البخ ده هو ممكن يضطر يعمل عملية في الجومجومة جراحة تجميل ويوصل للبخ ويشتغل فالتخصص كبير قوي والتدريب بتاعه طويل قوي والشهادة بتاعته صعبة جدا خلينا بس أن نبقى فاهمين دي أيها فيمكن بس الناس مش واخدة بالها قوي من القصة دي الأطب عارفة إنما اللي بورى مجالة طب يمكن مش فاهم قوي نجراها التجميل دي ما إحنا عايزين نوعي المشيل هي أصعب واحدة فيهم كويس ده نمرة واحد دبرة اتنين إحنا عندنا في مصر هنا طبعا الجماعية الطبية المصرية الكبيرة العديمة اللي بقى لها يعني أكتر من مئة سنة موجودة ودي بيتفرع منها الجماعيات العلمية الأساسية بتاعت الطب في مصر منهم جماعية اسمها جماعية جراحين تجميل مصرية وهي مهمة جدا وهي فيها ليستا حوالي أظن يدروتي وصلنا لحوالي ربنا يبارك يا رب ويزيد وصلنا لحوالي ستمائة جراح تجميل في مصر أساميهم موجودة ومعروفين الأنف دايما يعني بتأثر على جمالنا وعلى ثقاتنا بنفسنا لأنها بتعتبر سنتر الواجهة ما مقيس جمال الأنف وإيه الشكل المثالي لها يعني دي بقى بالذات الأنف دي ما فيهاش مثالي لأنها بتفرق من من ثقافة لثقافة ومن منطقة لمنطقة يعني أفريقيا لها أنف أوروبا الجنوبية اللي هي البحر متوسط اللي احنا لحد ما مختلطين بيوم جامد لها أنف أوروبا الشمالية لها أنف تاني خالص الجماعة الأسيا لهم وأسيا متأسمة جزء اللي هو اللي احنا بنسميه الجزء العربي بتاعنا له أنف وجزء طبع الصينيين وما إذاك له أنف تانية خالص فإحنا الأنف بالذات ما تقدريش تحكمي قوي عليها لكن ولازم تبقي عارفة أن في بعض الشعوب بتحب حاجات معاناة ممكن شعوب تانية ما تحبهاش يعني مثلا الأنف العالية دي مهمة أوه في حتة معاناة في العالم أيو في حتة التانية لا ما بيحبوش كده إمتى يعني نذهب لطبيبة التجميل لمعالجة الأنف إمتى في حالتين الحالة الأولى وهي الأكثر شيوعا أنه هو يبقى جاية بسبب أن فيه تشوه واضح في الأنف يعني الأنف فيها التواء معوج أو الأنف فيها عظمة زيادة واضحة أو الأنف نازلة قوي على الشفة فما ما بتيجي تضحك ما بقاش فيه مسافة أو الفتحات كبيرة جدا فمدايقاها فحاجة واضحة الجاية الشكوى جاية من حاجة معينة دي حاجة حاجة التانية التنفس الأنف طبعا لأنها هي المجرى الهوى فيها بالليل بتبقى أوقات تعمل مشاكل للناس اللي عندها مشكلة وإحنا يعني بقىنا من التسعينات جراحة التجميل دلوقتي ما بنعالجش بس الشكل خارجي بنعالج كمان معاه مجرى الهوى وبقينا فيه طرق في الجراحة بتخلي مجرى الهوى يوسع مع أن انت بتصغاري الأنف ينفع تصغير الأنف بدون جراحة؟ لا بالحقن أو بأي هاية؟ لا معلش المعلومة دي أنا بسمحها كتير أو دي معلومة خاطئة الحقن وما إلى ذلك يعمله إيه؟ ترفع الأنف سنة يعني واحدة حد عايز الأنف بتاعته الترتوفة بتاعتها القدامانية تترفع لأعلى سنة أو عنده عظمة بسيطة قوية معالية هنا فتعايز يسويها فنحن قابليها ونحن بعديها إنما نصغر الأنف بحوءا مش وردة خالص يعني أوكي خمش موجودة أسا عاوزين كابسولة جمال أو رشدة سريعة؟ حقول لحررتك الرشدة اللي أنا دايما بقولها للناس أول حاجة الاهتمام بالصحة العامة بتاعتنا تاني حاجة الاعتدال في كل شيء نعتدل في كل شيء يعني لا ناكل كتير قوي ولا ناكل قلال قوي ولا نعود في الشمس كتير قوي ولا ما نعودش في الشمس خالص يعني كله لازم الاعتدال فالمحافظة على الصحة زائد الاعتدال في الحياة بيخلوا البناء دا ما يفضل شكله جميل لغاية ما يبقى عنده 80 سنة نورت الدنيا دكتور وسعداء جدا وشرفتنا وسعداء بوجود حضرتك ونتمنى لقاءات تانية إن شاء الله وإن شاء الله يعني وعدنا إن هتيجي تاني الحلقة تاني انتي عارفة يا دكتور عامل إن احنا يعني شرف لنا نبقى معاكي ومع البرنامج الجميل معاكي ورمنا إن شاء الله يكون قدرنا نوصل شرك معلومات للناس شكرا مشاهدينا مستمرين معكم امتظرونا